بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأكد الفريق أول محمد زكي خلال البرقية أن رجال قوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال عيد الفطر المبارك يجددون العهد على أن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراسا للأرض والإرادة عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضري العريق كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة